لدي سؤال افتراضي أستاذ كارولاين هو سؤال افتراضي لو كان لإدارة الرئيس بايدن صوت انتخابي في انتخابات تركيا هل كانت ستصوت بنعم على استمرار الرئيس أردوغان لخمس سنوات قادمة؟ اعتقد انه سؤال رائع وجيد لذا اتى الامر بمسألة هل السياسات ستحتاج بلا تغيير في تركيا بتحت ادارة جديدة ام اذا لم يفوز اردوغان بالانتخابات او لا اقول وازعم ان لا تتغير السياسات الاردوغان او تركيا وخاصة التي نراينا موقفها في سوريا وفي الاجراءات العسكرية ولها لن تتغير ومنظرا لهذا ارى حتى ان عراءة ادارة بايدن تتفق على نجاحه واستمراره في الحرب فانه من الافضل ان يعرفوا الدورة الدبلوماسية الذي يلعبه بعيدا افضل من الدورة الدبلوماسية الذي سيبدأ به شخص جديد لذا من ادارة بايدن فانهم يعرفون كيف يدير الاعمال وكيف يعمل استراتيجية داخل المنطقة الشرق الاوسط وغيرها والصين ولذا ارى ان الولايات المتحدة اذا رأت استمرارة اردوغان ترى استمرارة اردوغان افضل من ان يأتي شخص لا يعرفونه او تغير في السياسات ولكن ربما يحتاجون الى انهم يحتاجون الى دياسة جديدة في الممارسات ترجمة نانسي قنقر